فقدوا القدرة على الوقوف وحتى الكلام صار صعبا أحوالهم الصحية باتت تضق ناقوس الخطر هذا ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرة محذرة من خطر الموت الذي بات يتهدد حياة الأسرة الستة المضربين عن الطعام إننا ومن هنا نناشد المجتمع الدولي ودول العالم الحر لحماية حقوق الإنسان وحماية الإنسانية أن تتدخل فورا للإفراج عن أسرانا جميعا وبالأخص الأسرة المرضى والأطفال والنساء وكبار السن مقداد القواسمة المضرب منذ أكثر من 105 أيام بدأ الأصعب حالا في ظل تحذير من تدهور جهازه العصبي وتخوفات من ضرر قد يصيب دماغه أما كايد الفسفوس المضرب منذ 112 يوما فوضعه لا يقل خطورا جثة تكاد أن تكون هامدة مكبل اليدين والأرجل في سريره وهو يعني مستلقي ويعني لا حول له ولا قوة هو يعاني أمراض شديدة يعاني من العديد من الأمراض التي أضحت تلازم جسده الهزيل بالعينين والقدمين في مفاصله في ضعف الدم في بعض الأجزاء من الأجهزة الداخلية لجسده فيما يعاني بقية الأسرة من نقص حد في الوزن وعدم القدرة على الحركة صحة الأسير شدي أبو عكر دفعته إلى تعليق إضرابه بعد تدهور وضعه الصحي وتراجع قدرته على النظر وعليه دعت مؤسسات الأسرة أمام الصليب الأحمر إلى التدخل الدولي العاجل لإنقاذ حياة الأسرة أن ستة أسرة ما زالوا متواصلين في إضراب المفتوح عن الطعام وهم في حالة صحية خطيرة للغاية ومن يتحمل المسؤولية عن حياة هؤلاء الأسرة هي الحكومة الإسرائيلية وإدارات مصلحة السجون لأنها لا تستجيب لمطلبهم العدل والإنساني بتحديد سقف زمن الإفراج عنهم من الاعتقال الإداري وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية حذرت من أنها لن تصمت في حال استشهاد أي أسير وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال عن سلسلة خطوات إسنادا للأسرة حكومة بنات تسعى جاهدة لإثبات ولائها لليمين المتطرف وهذه المرة على حساب عذبات الأسرة المضربين ضد ظلم الاعتقال الإداري نسر سلمي من أمامي معسكر بيتئي الاحتلالي شمال رمالة الميادين